قبل الرمضان ستقدروا رتمعي هذا الشيء الجميلات أميراتي الفنة الحب والغرام كيف سبحتوا أموركم هانية مبروك عليكم هذا الشهر والله يدخلوا عليكم ان شاء الله بصحة والسلام وطوط العمر وكي لا تمنيتوا يا ربي الآن ستسمعوا دابا زوينة بزاف ونبغيكم طبعا سنطوليها قبل الرمضان المهم سنطول عليكم كثيرا وندخلوا فيها مباشرة غير هو قبل البنات اللي ما زال ما تقابوناش تقابونه وتفعل جرس باش فيما نقرشي قصة يجيها الاشعار وبالنسبة للغزالات اللي مقابونيين وكل شي خليوا تعاليق ولايكات انا عارفة انا كم ما كسب خلوش عليا المهم غادرت لكم تذكير دابا ندخلوا في قصتنا معاكم كنيزة واليوم ما جيت نعود لكم حكايتي ومجرة فيها وغدي مداليكم القصة ديالي من هالي حلت عينيه في الدنيا حلت عينيه في الدنيا لقدرتي انا اخر لعنقود امتي ما كانش عوالا اصلا تولدني غير زلقات فيها وخاهاكك فرحات بيجزاف واحد الفرحات لي مليها حد اما الاب ديالي كان غايحماق عجبوا الحال حين تباوخاهاكك كان باغي امي تولد امي اللي ايات حين قبل مني كانت والدة ستة اربعة ديالد كورا ووجوج ديال اللي بنات المهم الأمور كاملة تسرات سبعوا ليه وتهلوا فيها كانوا حاطيني في عينيهم ما كاناش الحاجة اللي تقرب ليه بقيت غادية وكان كبير في هذك الاخنات ما كانش اللي يقدر انه يدوي معي ولا يتكلم لدرجة الى كونت كلعب مع الوليدات الصغار وشي واحد ضرب اللي يقدروا فيهم والدية ماما كانت دير ليه كي في الملكليل وبابا مسكين عويناتو يقدر يعطيهم ليه مجيت فين كم من العامين حتى الاب ديالي غادي مرضخ مرضى خائبة ومن ثمه وهو في الدوايات والسبيطارات ويجري بهنا ويجري ملهيه المهم بخاجر في ذلك المرضى تقريبا حتى تدرت سبع سنين عاد الأب ديالي غادي تديمه الأمانة أمانته غادي توفى الوفاة ديالي كانت في حاجة قاسحة بزاف بالنسبة ليه أنا وخاة كانت عندي سبع سنين ولكن كنت فاهمة كل شيء كنت عارفة بباما عمرني مازال ما غنشوفه مرة أخرى في الدنيا ما أقول لكم بباما كانش غير بالنسبة لي بباما وخاة كان كبير علي بزاف العمر حتى نجي في مكتلكم كنت انا هي اخر العنقود وخويا الكبير كانت عنده 34 عام واصغر واحدة في أخواتي كانت عنده 16 عام يعني رأي كان واحد الفرق شاسع ما بيني وما بين أخوتي وكان فرق شاسع ما بيني وما بين ماما وما بين بابا وخاها كاك بابا كانت تعمل معايا في الشي واحد عنده 40 عام 50 كيلة معايا في الدار كان لعب وغم ميضة كي خرجني الجرداء كي لعب معايا الكورا كم كي فهمت دائما معايا معايا في كل شيء في كل شيء في الوقت اللي كان مريض كان دائما معايا كي خرجني في حالم سكين كان حاس انه ما غي يكملش معايا حياته وكان بغي يعطيني هاداك الحنادي المهم الأب ديلي توفى خلل ماما واحد الخليصة وكانت انت الضالي ساكني فيها بقينا حيشين أخوتي الكبار ديك الساعة كانوا خدامين كانوا معاونين على زمان مهم مديا صراحة محمر ما كان نقصني شي حاجة مهمتي كانت كتحيدة من فهمها وكانت مدهني مهال لي فيها بلاقيها سدير لي الخاطر وانا هي الضودي لعينيها قيسي هف ما نعرف ما تقيسي هفيا أمور ستبقى غادية هكا كل يوم غدا لك سواحد البنت اللي يدر ويش بزاف ما عندي لام عصده على مع مشاكل داخل سوقراسي من المدرسة الدار ومندار المدرسة بمسبة القراية ما كونش وحدة اللي كاسولة ومشيش وحدة اللي مشاهدة الوسط كان دير ذك الشي اللي في جهدي بالحق عقلي هو هذا يعني عقلي ديل 12-13 اللي خدمت أما إلا مشيت مثلا ما خدمتش ومحفظش غنجي بتسعود ولا ثماني يلا وعلمين يلا كنحفظ والسواء ومقاتلة يلا كنجيب دكت معاش المهم الأمور غادي تبقى هكاك اليوم غدا حتى النهار لأخوتي واخواتاتي كاملين غايديروا ديورهم وغادي تزوجوا واللي خدم خدم اللي مخدم شراه مخدمش المهم أنا بقي تغير أنا وممتي فتاة وكنت حيشة معها مسيان في العطال كتزنيك انظروا عند أخوتي ماديا كنا مرتاحين ما ما كوش يدور معها اي حاجة كيعطيوها لها طبعا راكا تمدها لي اللي بغيتها وحليتها لها فوبي كتعطيها ليا أنا هي خديت الباك ديالي كندرت لعفاك خديت الإجازات سني زقام كنت نزع ما شخدي مواله من مراها كنت ادفعت الماستر الحمد لله كنت قبلت بديت في الماستر سافية هذيك اليوم غدا حتى كنت شديت هذك الماستر ديالي من بعدها مباشرة بديت أو تانيك نقلب على الاختامي عرفتوا في مكان مش نحط شي سيفي مكايت وشعليا ما كونش عارفة هذا السطاجات كمش ندوزهم ولكن الخدمة مكيناش وحتها هذيك اليكو كونكو غدية الدولة فش كي تحطوه كان مشي كان دوز حق صدر بما سهلش العمله واللعام تانيك قررت اني نكمل قرايتي ما كن لاش نبقى قاسة غير في الدار قلت عند قتلى الله يا ايه 1 زجر يدفعه لماذا يتمه لك تصفح و بدخل للدكتورة و دامت اقترب قمله فيها هذا الوقت لا تستطيع ان انه لديهم الغناء لكن اماما ان يتصل على فرللا و انك يتمكن شئ موشكي يقول لي نص كلمة تشي واحد ما كان يقدر ليهضر ليتكلم معايا امي كنت خرج في كل شي و تقولون هاديك هي او انتي واللي قاسها قاستي صافية هاديك بقينا هاكاك حتى العام اللي غادي ناخد فيه الدكتوراه يعني ما بقى اليواله باش عانيني نناقش كنت مبارسة بزاف مهم لما تلخرج تكون قضية شوية مزاحمة امي امتي غادي تمرض واحد المرضى غايبة و غادي طلع لها التنسيون غادي طلعوا و ينزلوا كل هاد نفخات لدرجة انك الى دخلت يديك فرج ليها كتبقى هاكاك مغرزة اخوتي هزوها و بدأوا كدروا بيها عن طبها حتى واحد طبيب كان قللي هاداروني مخصص بشي الكلينيك مش هاد الكلينيك كانوا شدوها الليلة اللولة الليلة التانية جواحة طبيب تم ما كيعرف اخويا و كان قللي شوف هز بماك راه تدقة دي القربها راه قلال و راه صافي بحالة اني كنقولو انا بلداني جدينا ادخلاتها الموت اخويا فاسمع هاديك الهدرة تصدم ما اعرف باش تبلى كان خايف يقول لنا شي حاجة نودون ديو الدجيج هاديك الساعة انا ممي بحكم انها كانت مره كبيرة وتقريبا انا شغنقول لكم مراهة واحد اربع سنين ولا خمس سنين قبل من ذلك النهار وهي مريضة ايانا عندها القلب عندها التونسيون عندها السكر يعني مريضة ايانا ديما كانت مراد شحمرها كانت ديوها السبيطار ايانا ما اخاكك متصوقش بزعف المهم اخويا هزها و جابها للدار و كان قلس معانا هاديك النهار انا يهني الصغربت و قلت له يا كلابات قليلا و غير بغير بغير نقلس معها و حبس اخوتي كاملين قلهم حتى شو واحد ميمشي لدارو قلسوا هنا يا هادي الليلة نقصروا فعلا قلسنا هاديك الليلة انا كنشوف ميمتي و ميمتي غير كتعنك فيا و كتبوت و كل شوية كتدور عندهم و كتقولوا ميلا و قحت لي اش حاجات هلا و فختكم كيقولوا لها كوني هانية هتبحوكم كيف مكتلكم ان الواحدة اللي كنت بالازواج هاديك الساعة سوريا هاديك سوريا هادك اللي حتى ثلاثة اصباح ثلاثة اصباح مما غي تزيار عليها الحال بالساف و غتولي كتتحسس بالصخفة غاديتفيقني انا كنت حداها قات لي يا نوضي اجيب لي كوية سلمة انا اللي ghanoض قوية قوية و اغ giờ قفز و جايا اغلس كاليها مويا اذي اقلس لها تبلغة قات لي هنا و ميلا و لدي غير كنشى براسي اييييييييين و امسيصة ويقول لها ما يكون بس مهم جبت لها هاداك الماء والسكار وهي سكوينة بغيت ان اكل شي حاجه حلوه قلت لي هلا انتي عندك السكار ما تكريش الحلاوه نقص اخويا قال اعطيها هاداك شي اللي بغات اخويا ديك ساعة عار فغاد يتموت قال اعطيها هاداك شي اللي بغات مهم انا نطلعها جبت لها هاداك شي لقسم الله هاداك شي اللي بغاته كلاته وقلسات كتهدر معانا صح حسلا حتى الوحد الوقت وهي تشهق اخويا شدلا في ديها قاليها صافي دليها الشهادة شهادات هاكا كتوفات وهي قلسة احنا يتصدمنا انا يا ما كوش مطيقة ان امي ماتت كان كتس حبلية غير ناسات حتى كنشوف اخويا كيبكي وكيشوف كيشدلا في ديها انا تم تصدمت كل شي ناد الغوات والبكاء مهم الدنيا ترونات انا بقيت مصدومة قلسة في ديك القلسة كنقول ما يمكنش انا امي الله وكلتها بيديها كيفاش وقع لها هاكا قلبي كيتخنق قلبي كيتخنق اعرفوا واحد الاحساس لي هل يحسسوا لكم هالبناثرة واحد الالم واحد الالم لي صعب بساف انا بالنسبة لي امي كنسية الدنيا بحكم ان الابديري كيفما كلكم مازفسين صغير يعني انا خلاني صغير وربساف فمي احطيت فيها امي وابا واخوتي كبرت انوها كنا انوها الراس في الراس انا لم يجي تغير في ان كبر شوية حتى لقيت اخوتي واخواتي كلهم اخواتي كل شي تزوج مازفت انوها المهم كنت حطها عليها الراس لواحد درجة اللي ما كتصور شو هي كانت حنينة فيها بزاف لواحد درجة اللي ما كتطهش على البال ما يمتي كانت هي الدنيا ديالي كاملة ونهار اللي مات ما تكل شي فى هذه اللحظة الرغبة في الحياة ما بقاتش عندي ضلامت الدنيا فوجهي ما بقيت كنقشح حتى شي حاجة المهم بداز العزاء الناس بكا وفى اللاخر تفرتك المجمع وبقينا احنا رخوط بناتنا لخوط طبعا فى الأول را كيكونوا معاك وما تخافش وهادي ولكن انا ما كتبش لكم بلاست امي ما كانش اللي يجيني فى بلاستها فى هذه الساعة حاجة واحدة اللي كنت درت هي بديت كنصلي حتى انا في حياة ممي كنت كنصلي وكن قطع وهذا هو المشكل الواحد اللي كان مابيني وما بينها دي ما كتتخاسم عالية على السلاة كنت تقول لي صلي 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 انا الله يهديني كنت مهم مش يغل نقول لكم خيبة ولكن سلاة ما كنت مرة كنصلي ومرة للمهم دو كل يامات فاش ماتت كنت كنحس براسي لصليت هي غتفرح فى القبر حتى انا فاش كنت كنصلي كنت كنت كتفرح بالسعف سعفيني بديت سعطي اغل الصلاة حتى اختي ابحتيت من هذا القراية ديالى مبقيتش ردالى على الباله وخوتي كانوا اعرفين انه مبقى لي بزاف ان ناقش يعني خسني القراع قالوا ضرور بي وقالوا لي خصك جمع راسك هاتش رمه هواش اذا ابو كتسفر حموك في القبر خصك تتاخدي هذا الدبلوم ديالى لك رمي يمكنك انت حتى الدابة وتجيت سمحي فى كل شيء تبقى الحالة والساحل في الربع سنين فقد قدتك في 4 أسبوعين و ناقش يعني قالوا لي ضروري ما خصك سخدمي في صباح و رفا ذو كل وقت لم يكن قد نقلس في ظهرنا لم يكن قدرش الدار ديانا دار ملكي عندما تبقى و حدث أخوتي كان يقلس عند هذا شوية و هذا شوية المهم كان يظهر مبيناتهم كنت اخذت الدكتورة ديالي الفرحة كانت ناقصة انا بغيرت دكتورة تكون معي ماما فيها موما ذاك الفرحة كانت ناقصة وخاكك ما كان عندي ما ندير الحياة تستمر الحاجة الوحيدة اللي اوليت كنديرها من مور الوفاة ديال ماماوية تقريبا وسيط كنت اخذت الدكتورة بعدها مباشرة بديت كنقلب على الخدمة حيث في ذلك الساعة كنت كنحس الوقت لاخوتي كيعطوني الفلوس عياله ثم كيعجبهم مش الحال واكتر يدخوتي فيش كيعطيني شي واحد فيهم شي حاجة كيعطيها لي مني ليه وكيقولي ما تقوليش لفلانة موما كنت عارفة انه موما ما غايجبهم مش الحال وكان ضروري ما خستي نخدمون هالزراسي اما بنسبة للسكنة وخاك السكنة ديالنا يعني عندي بالحق ما القدار شما ما ما قدرتش البنات ما قدرش نمشي نسكن الراسي ما عرضش علاش ما قدرتش ما قدرش نمشي صحفي بقيت هاكا كل يوم غدا اليوم غدا في يوم ما كنت مشي نتفعل شي خدمة ما كنت تزهلش فيها الله شغنقوليكم ديبلوم ديالي كان زوين ذاك شي اللي قريت مشي شي حاجة تعملي مشي غنقوليكم قريت علوم الشيما ولا مو مشي حاجة لي ما قليلة لا قريت شي حاجة اللي كاينة في السوق موجودة بالحق فش كنتفح انا يوم ما كنلقاش بنات عندهم غير الماستر ليسنس خدمة وانا ما كنلقاش خدمة المهيم بقينة شراء هكا تقريبا واحد العامين وهنا غير يبدؤون مشاكين وصدام مع اهلات الخوت اتوحدة في هم ابقى حاملاني كان مشي عند غير كتشوفني كنتدور وجهه can see where there is a كان حاصل براثي كان مشي وليت سوسة والاماي من ذلك النوع كان مشي وخما كان ديالياوان ويوم بغانيش وكيت تخلق المشكيه وانا كنت حساسة بالزافع غير اول قبل Single C.SIDEM boza ومخنزرها ودك شي ما كيجبني اش الحال وقد كانت السوعت وكانت مشيه و كانت أخرى لست أحسن و لاحقا في حالتك المهم بقينه بأن أخواتي البنات حتى أولئك و كانت أحبوا بي مساكن و لكن لم يكن بفوز عندهم سيمانا و كان يجعل بركة انت وحدة فيهم و أنت تكن في فيلا و كلهم في بارتماد و سوف تعرفون بارتماد على سكرف و لم يكن يتقالوا لأخواتي سيمانا و اخوتي دكور عام ولكن من لم ندر بناتهم و لم تكن تبعا بالاستقرار و في الاخر نرى كمدرس لدارة و نقلسها كـ 10 يام و 15 يوم و كنت تفكر الماضي و نتفكر ماء و نتفكر الماء و نتفكر في الماء و نرى و ندر ف هذه المدرر لم نقلب لكم، قلبت على الخدمة لديم و ننظر أكثر لديم يكون غير شوية غير مرقعة ويجيوني غير شي نماديج لما يمكنش ويتبعوني شي نماديج لما يمكنش ويبقيت هكاك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي غتجي عندي مرتخويا وغتقولي يلقيت لك خدمة في الماتار أنا يا فرحت كتب لي معرفة شمان خدمة القتلية حتى غتقولي أحقام أحقام غديت بيعي وتشري في أحد البوتيكة تمو قلت لله يا ختي الله وشان عندي الدكتورة ومشي نبيع ونشري في بوتيكة شحل غي يعطوني قاعة تخيلوا أستاذيك الصحة دارت فيها وقعت لي أنت يرون لفتي القلصة في الدار وخوتك يعطيك أنت يرون لفتي مدة اليد أنت يرون لفتي الفلوس سهلين أنا تصدمت قلت لي شك تقولي شك تخاربغي قلت لي كيف مسماتي ومشات وخلاتني أنا بديس كان بكي كان بكي كان بكي كان بكي كان بكي جاء أخوي وشفني هكاك قال لي يا مالكي ياكلة باس كنتو مكين حتى شي حاجة حين تكونت عارفة إذا لم تحتقت لي الهضرة اللي قلت لي ما غديش يعجبوا الحالوات وقلت بكي كان بكي كان بكي كان بكي كانت يتحلق فيها وقعتني الفلوس يعني كان مصراحة فيما كانت تلاقى معاه يمدلي ذلك 200 300 400 درهم يعني ديما كي يدور معي المهم بكيت حتى بردت ومع جبني شالحال صافي من مراهة قلت ضروري ما لقى خدمة فش مكان وفعلا كنت خدمت في واحد الشركة كيديرويدك شي ديال تعليم وكنت خدمت يعني عاملة مع شي بالدبلوم ديالي نهائيا المهم بديت خدامة كنت الاكسرية كنت قلت في دارنا قليل هكا فش كنت مشي عند خوتي حين تكون صافي عرفت عرفت ان تشي واحد ما يبغيني وانا كنت كان مشي وكن دائما كنت حسب هذه الإحساس ديالي واحدة كيف كانت دخلي عافتي كنت تسلم عليك واحد اسلام ناقص تتخليكم بشي تدخل البيت و تسدع ليها اه مشا لك ماذا نقول لكم سأزتقل معهم بك تعدل تلسة ايام خمسة ايام سيما اناقاع وحسب تعالي الأخوتي يعني هما استقل ماذا نأتي لنصديق كنت رائعة من شهرين من بعد ما سنقول لكم حشي أخذراء وصلون الأنزلة حقها ما زال مدلش شو الشيش اللي اختران لي مزوجة و لا تريدوا ما زال وشنا بتوقيت وقت لا رائح مكين الشا اختران الشي لقص اي اختران ما يقوم بالله شو بغني ندير احد يقول لك افلا صغر منك وتزوجت افلا دار دارها ما غن كدبش كنت كنشوفهم بديورهم و ماذا يبقى فيها الحال كان قول حتى انا بغيت داري بغيت نتصاقر على الاقل ما نبقاش حوازة عندهم اخوتي دراني ما بقيتش كنقدر ناخد عندهم الفلوس حينت ما بقيت حتى شو واحد يتجمليني صحفي احتمل القلصة معهم ما بقيتش كنقلس والليت كنمشي نخدم في هذا المعمل اللي خدمت فيه وكان جينتكوون في دارنا وخام حاملاش بعد المرات ما كان دخول حتى لتسعودية الليل كان حتى راسي كننعس كان بغي غير ناس كان بغي غير ناس صافي ما بقيت بغي نفكر في حتى شي حاجة في الدنيا كان حاسب راسي بقيت ببعدي لحني اللارحيم وخاخوتي كانوا كيسولوا فيها وكانوا بغين يعرفوا مالي وكل شمية كيقولوا لي علاش ما بقيتش كتجي كان قولهم غير مع الخدمة وصافي المهم بقيتها كاليوم غدا اليوم غدا حتى الواحد الوقت كنحس بكتئاب صافي شغل نقول لكم صافي كنحس بقيت ببعدي تواحد ممسوق كل واحد في خوتي دير حياته خوتي تيتو ما دير حياتهم كي عيطوا كيسولوا ولكن ما ما بقيتش كيف مكان قليلا هكا هكا شي سبت كمشي عند شختي ديرك تكسول ولا شي اخويا عيطي ينهار لحد يجي ترقلي نخرج معاه وفاش كنخرج معاه مرتو كنحس بي بغتطرتك معجبها حال مهم بقيت عيشة حتى لدرجة انني وليس كنفكر في انتحار وليس كنقول علش انا ما عندي يظهر في حتى شي حاجة قراية وقرايتها اه ديبلوماتو خديتهم الخدمة ها هي ما كيناش خدامة بواحد صالير اللي ما دياليش وواحد الخدمة ها هي اللي ما دياليش وواحد الشاف كي عيرك وهو تق تلباك مكان ما عندوش كي شبع فيك سببان في الصباح وفي العشية اه تشي حاجة ما بغت تيسر الوالدين توفاهو الخوت مغلوبين على امرهم عندهم يديروا كل واحد وضروفو انا الزواج ما تيسرش ليها كنقول انا شنو ناقصني الحمد لله كنت زينة وفي هذه المدة ربا انقدرش نوصف لكم لكمل هائل ديالدراري اللي كيتبقوني في الزنقاء والرجال اللي بتموبيلاتهم اللي الرجلي هم غادي والهضرائليون الحمد لله كان عندي حقي بزي ولكن شو واحد ليجي ها كان الحلال شو واحد كامل مكمون انا مشي طالبة المستحيل طالبة راجل يعني موصفة قارش ويا خدام هاز راسو هاد شلي طالبة كي يجي وكشي بحدين يقدلقي عندو مشاكل مهم دكشي لعلاقة وكي يجي قليل يعني اللي بغي المعقول قليل ولي بغيت تفليا وتزنضيق وحقات صاحبي معايا وتنعرفك وتعرفيني عاد نجي انا ما كونش من دك النوع وما كونش بغيت هضرع لي وانا اكتبتي وانا أصلا كنت كبرت يعني شغان قلق وشاشا بعد نركبولي حجاب المهم خلاصة في هذه الساعة كنت في بعض المرات وخصصا فاشهك كي كنت تسبت وحد كان لدي كهل سافرد بوحدي كان نحس بكتئاب كان ورية يقول حلماني انا يا وشناني يدير في حل الغراب تحت محاملني لاش ولا كيدخلي الشيطان وكيوس وصلي الراسي لدرجة انني كنت مشي سعين دلوقري وخديت الدوات جالفار وجبتوا الدار وشحال من مرة كان خلطوا مع هضانون وحتى كان بغي ناكله وكانقول اعودوا بالله مش تراجيم اعودوا بالله مش تراجيم وشانا بغى مشي كافرة اوي لي وانا عندي ونبقى نصبر فراسي انا يا الحمد لله لعل الاقرة بدويرتنا وليدية ما خلونيش في الزنقاح لما انيش نون هقصني على هادي على هادي وانا ارى من نوع اللي ما كانوش عندي صحابات اه اه محكا كانها كديرة كان صاحبتي هي مهمتي المهم شح مرة كنت لكم خلطت هذك السم مع هضانون باش ناكلو وعوتاني كان ناكل الشيطان شحال من المرة فكرت ناش نقراسي شح مرة فكرت اني نطلق السطح وانطاحر وما كان قدرش ما كان قدرش ما كان قدرش ما كان قدرش المهم بقينا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى دست قريبا واحد الآن وزيادة حتى النهار اللي هذك شاف كانت معايا سطاع وهذا الشي كامل علاج حين كان كيضربية وانا كنت صديتو والسيد بدأ كولا شوية كيش بدليا سطاحت كان وجرة وعليا جرة وعليا انا هنا صافيت صدو بفوجي جميع البيبان ما بقيتش حاملة راسي المهم بدي سعطيها غير البكاء كنقول علاش انا ما عندي زهار والخدمة اللي انا يعني ما شديالي رضيت بها وهي مرضات شوية على الزعمة علاش المهم حسيس بوحد الحقرى اللي ما ما قدرش نوصفها اليكم اه صافي دك شي غادي وكيد زاد كنقول علاش انا ماني شنودرت في هالدنيا انا فكرت غلط ما اكن ادي حتى شي واحد حتى ما نصلها هني كنصليها على الزعمة انا اللي صدر بيكي تعمل معي في حلاكة واحد الدراجة انا اللي وليس كنحس براسي غنكفر بالله يعني كنقول علاش انا علاش انا علاش انا بوحدي علاش هدو كاملين مزوجين لاقين رجال الله يعمرها دار معايشينهم زيان علاش هدي خدامة ومرساحة ماشي كنحسدهم خير كنقول علاش هم او انا اللاق فانتي اما الله يكمل عليهم الزعمة بصراحة ماشي كنحسدهم المهم هي هاتيك سنبقى حتى النهار اللي غد جيختي وغد تقولي يا شوفيرا وحدة شو حدها هكا كتعرفها قلت لها ان شيختها خدمة في سلطر دابا في واحد المدينة واحدة اخرى كانت مدينة كبيرة وباغي اللي بنات قلت لها وزعمة غسك غد تقبل طايرة خاصة انها عند الفرنسي وعند الانجليزة عند طايرة طايرة غد يتقبل اختي قالت هالية انا طرت بالفرحة وعجبني الحال جيت نحسبها قلت لها الصالار عرفت انني لمشيت نقدر نكري وهذا كل الفلوس اللي غيشتها ليا قناعيش بيوم اصلا هذك الصالار اللي غيشت ما بين الكراق وما بين الخوصة هو نفس الصالار اللي كنت كانت خلصت في ذلك المعمل اللي كنت خدعمه فيه وقلتها الخوتي خوتي كلهم بغاو الا واحد جوج اكسوا لي وقالوا لي واش انتي تستطيتي انتي بوحدك قابشي المدينة واحدة اخرى واش انتي هبلتي واش هاذي ما بغاوش وقالوا لي هل مشيت اعتبرين احنا مشي اخوتك انا بدي اتكلم بكي قلت لهم عناش كتدروا لي في حالة كنتم عارفين انني انكم ازازينية وانا رغادي نخدمها انتم كتشوفو راه هاد الشي القسم علي الله قريت ما جابش ربي نخدمه ما شمختي نندير واش نبقا قالصا قالوا لي يا اشنو خاصك احنا صرفوا عليك ويلو الله هاد دار ساديه واجي يجلسي عندناك التنفاشر قالوا لي ايش انت تصدق في اخواتي اي في عيالاتنا ايش انت عندنا واندار دارنا وانداروا فيها اللي يبغينا وانداروا فيها اللي يبغينا وبدروا وكما اخوتي الدراري ما عمرش واحد فيهم نقص معي الهضراء ولا قال لي اشكل معي اللي لم يعطلوني الشعراء المهم و خلاصة الامر اني سوف يقلس و من مورة هذه القلسة كان جاء رمضان و في هذا الرمضان كان اخوتي قالوا لي لا يجب فتر في الدار حينت انا رمضان قبل منه كان دير سبب الخدمة و كنت قلس في الدار كان فتر عندهم تقريبا سوف افترت واحد سيمانة بالردار كل نهار ديلا الواحد كان فتر عنده هذا رمضان قالوا لي لا لا سوف تقلس في بحديك و سوف يسلطني معنا و اخوتي من مورة لم تقلس في الخدمة بدأوا يدوروا معي انا و خمك كان بغي نشد كي يبزو علي و يقول لي هاكي مرة مرة شي واحد فيهم هكا كي يجي تقدى المهم صراحة ماديا و خهكاك ما كنزع ما غنقول لكم مزيرة ولا الحمد لله انا اصلا ماشي متطلبة و ماشي شي واحدة اللي بقبره و شابة غاد شري عارفة قياسي و عارفة جهدي و غادي يعني عندي كان شري ما عندي ما كان شريش المصروف دائما دينا بحساب ان يقدر واحد نهار حتى شي واحد ما يتفكرني سافية هاتيك غادي ندوز هاداك رمضان كيف مكتلكم قالوا لي غا ندوزوا معاهم يعني قالوا لي اختاري فيما بغايت يسمشي تقلسي سيري قلسي هاتيك تقريبا شي خمسطاشر يوم من الاخرى حنت مفهل بدون المشاكيل تمفهم ديس كان حس براسي تواحد ما حاملني انا اللي كنت باعزينة اللي مميمة كانت تخلي حتى شي واحد يضار فيها وليس كانت تلاوح مبيناتهم تواحد ما حاملني وليس كانت كل الليلة كانت هذه الظربية وكانت نصلي ونبكي على الله وكانت تحتد جميع البيبان تصدفوا جي يعني كانوا نحس براسي انها مبقى حيندي حتى شي واحد من غير الله ما بقى حيندي حد تخيلوا كان نصلي يعني كان نصلي صلاتي وكان ندعي فيها وكل شي ومن بعد قلها تكروفي سما وكان بقى نحلم يا ربي يا ربي بغى تخدمها هكيفة جديرة وهاكيفة جديرة وصالر كيفة جديرة ونكون مرسمة ونخدم بالديبلوم ديالي بغيت فلوس بغيت راجل هكيفة شي يكون مهم هذا الشي اللي كنت كانت منه في حياتي بديت كانت دعا به دعيت بالدرية الصالحة دعيت حتى انا تكون عندي داري حتى انا يكون حيندي راجلي تكون عندي الاسرة ديالي الخاصة انا كنت بغيت تعايا هذيك الامان وهذيك الاسرة هاد الشي اللي بغيت ما بغيت شي حاجة لمستحيلة المهم تقريبا كيف مكتلكم انا داجا كنت كان صلي نصلي نسلرة من هاللي ما تموي وانا هزها ما عمرني مقطعتها ولكن في هذا الرمدان كنت كان صلي كان قرار القرآن والليل كولا ليلة ما تقريبا تقريبا ذا 15 يوم تقريبا عمرني ايضا ليلا اثناء لمستحيلة ليلا وكانت صلي Those were the last week وبقد انت الصلي علمني بالليل هكذا نصلي تراوح وكانت انت عشاء بشيء وعود تصلي واحد شوية وكانت صلي وكانت اتوقي تراوح وكنا قرار قصلي الفجر وكانت صلي الفجر وكانت الصلاح مرحلة ومشي الى الطعر ومشي الى الطعر ومشي الى الطعر ومشي الى الطعر لا اعود لكم التفاصيل لدينا هذا الى الطعر لا اعرف ما تقولون اخيكم ترى اصدقائي انا هاد ادعيه لتخوتي لماذا لا احمر شخص فيهم اعتبرتني ان انا ايتيمة لا اقرأت لها ومشي الى طعر وممتفروا في خدمة ولا اזהн يعطيني واش انا اطلق مش انه من Harr وش facebook كتبigned نحن تخفي ولكن نوضها ون اضع intr او المressive وننقون كيف مكان دير مثلا في دارنا ولكن انت شي واحدة ما ما باغ ما عرفتش البنات علاش المهم داز رمدان من مراهة تقريبا بوحد مكان من الشهر قلت عيط لي واحد البنت صاحبتي قلت معايا في مات ديال الماستر عيطت لي يا صفالة بس عليك أمور كهني الحمد لله قلت لي واش خدامة قلت لي هلا مش حال هذي قلتة ويت قلت لي شوفي رحنا يا دابة في الشركة طالبي لنا الخدام وتفكرتك قلت والله تنعيط لك وقلت لي السفالة لك غرف ايميل كنت لي هواخة وقلت لك السفالة وقسمة بالله ما تصوقت علاش حيث انا ديال ديبلوم وليس مع اولا انني ما هنخدمش بيه الا لا خدمت مع الدولة اما في الخاص صعيب بزبش بش أنك يخدمي حين من اليوم خليت الديبلوم ديالي وذلك الشي كنت دوض شيستاجات بالمورة ها قلست والخدامي كامل اللي خدمتهم لا يشوف ترفع الحدوات يعني اي واحد غاد بشي عنده لا يخدمكش توقف التدرس الدولة لم تتبعوا مخاطر من دولت برد الحسنة تخدا دولت السياد الفن والسلام وما نقود ايسا انا سألتم ومعلم سوف نعمل قمت بالرسل كان قليلا وزي معنا التشور دي السطاش وإيلا الأمور كاملتي سرات ستخدمي عجبني الحال وطرت بالفرحان مهم في تشور دير تشهدي وكتر باش نوريليهم حنتيدي والحمد لله كنت وفقت مراها مباشرة كانت رسمت وليت خدمة معهم في واحد البوست اللي كنت كان حلم بي البوست اللي مناسب للقراية اللي قريت المهم الأمور هنا يبدأ تكتبان من كدبش عليكم أنا كنت حاسة ونقدر نقول لكم كنت مأكدى أن هذا الدعاء اللي دعيت وكانت معي ولي وقف معايا لم يمكن أن تكون هذا الشيء بالضبط اللي دعيت بالدرجة أني قلت يا ربي ناخد قدى وقدف الفلوس ونتخلص والدرجة وليت نادمة كانت قلت له وليت لم أطلبتها كبيرة لم أطلبت لا تنطلع شركة ديالي لم أطلبت ولا تنطلع وإذا لم أطلبت راجل مدف لم أترى أن أكون قلت راجل الأعمال هكا لم أكرات أحسيت بي في حالربي في واحد الليلة من هذوك الليالي تصنط لي ممكن شرح من مورة مدازر مدارة ماشي بزاف في ذكت شى اللي كنت كان حلم به بالصالر اللي كان حلم به بكل شي مهم شي حاجة اللي مكنت تخلش للدمع صافية هاتيك بقيت خدامه تقريبا البنات جايه لواحد واحد سبع شهور وانا خدام معهم الامور هنا تسرات وانا خدامه على الاقل واقفة على رجلية بفلوسية وفي الحقيقة ما كان نقصني حتى شي حاجة غير انا كيف مكتلكم هاتيك الواحدة مقدرت شعليها انني نعيش ببوحدي جاتني شوية صعيبة ومن مورة قاعد هاتيك شهورة ما بقيتش أسطا حامل حتى نمشي انتخوتي للدار وليس كانت تلقى معهم مثلا ممشي بلاصة انتغداو وانا مثلا همك يجيو عندي ولا شي حاجة اما باش نمشي عندهم لاخواتاتي كانت كمشي عندهم بالحق مشي بثاف ما كان بغيش نبسل صافية هاتيك بقينها كاك دازل وقت حتى النهار لي هاتيك سيد اللي دوز لي هاتيك الانتخوتين كان هو المدير العام وعلاقتي معه كانت محترمة جدا لدرجة انني ما كنش كنعرفوه اش مزوج ولا لا ما كنت كنعرف لي حاجة بينه وبينه الخدمة وخدامينه شوية يعني ما شيعا نقول كنت كنت كنشوفه دائما كنشوفه قليل سلام سلام كانت بلا تنشي خدمة كنقضيبه انا شده تقاري وهو شد تقارو حتى النهار اللي قلت لكم غادي يجي عندي وغادي يقول لي السالح قلت له عليكم السالح قال لي بغادي نهضر معك في احد الموضوع وكلو مرحبه قال لي يا شوفي انا صراحة عجبتيني بثاف من النهار الول كانت متردد قلت حسنا نتعرف عليك كثار وانا كنت ردد لك البال هاد المدة كاملة كسبري داخل سوقراسك من الخدمة الدار ومنطال الخدمة وممسيت كانك يتباعني ومسول فيها وكل شي قال لي يا صولت عليك وصولت علي عائلتك وصراحة عجبتيني بثاف وبغيت كل حلال وانا صولت صاحبتك وشكراتك لي بثاف انا اتضمت اوي لي تدعي امتى عدر هاد الشي كامل وانا ما عمرني محسيت كانك يتعامل معي عادي انا تلفت ملقت ما نقول لي هو يقول لي انا راقبل من مشي ندوي مع اخوتك قال لي يا جيت زيما نعرف واش انتي مقابلة ولا ما قابلاش بقيت غير كنشوف فيه وساكته ويمقال لي اخودي شوية الوقت فكري مع راسك وردي عليها باش بما كان الى كنت موافقا نهضر مع اخوك تخيلوا انا يا فاش كنت 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 لب الله كنت كنت كولي يا ربي شي واحد اللي يبغيني يكون في المواصفة كامل ورجل دارنا مقصد علاش حين تتقهرت بهادوك اللي في مكان دور احقا تعرفي لي باش نزوج بك احقا نتصاحبك ماش يمشي للدار لانتصاحبه انا دكت صاحب ودك شي خاطيني ما ما عديش معه انا في شغاني دك الجملة كنت عرفت ان هذا هو نصيبي وهذا هو راجل ما في الا الا ولا حتى خاطصا ان السيد كان عنده بوست ناضي في دك الشريكة تانيا كان قاري بين غرم الاسلوب ديالو لطريقة الزين ما نقصو حتى شي حاجة كان قدي قدو في العمر شي حوي جرا ما تقدروش نهائيا انكم تصوروهم بالتفاصيل انا بقيت غير كنشوف المهم دو وزنة قريبا واحدة ما كام لاش سيما نهوي جا انتي قل هي امن ضراما امن ضراما قلوش غنقول لك دوي مع اخوتي وان شاء الله يكون خير صافي كان قل يعتلي النمر ديالشي واحد في خوتي انا عطيته النمر ديالخويا الكبير توصل معه اطلاقه هو وياه السلام السلام انا اخدم معه فلانا عجبتني هادي هادي قل لي اخويا سيدي مرحبا نسولو عليك وهاتا تسرة الامور ما يخصق معنا حتى شي حاجة الخير اللي تقالت عليك السيدي خفافت علينا فين اخويا سولي لي عرف ان السيد مع امرو فيت في الزواج درويش ولد اسراته ومالله علاقت الحال ولكن دراريقرا وخدمو در ومسقبال السيد في ذاك الوقت بدويرة دياله بطموبيل دياله ذاك الشي اللي كنت انا كان طلبو ضارو بوحدو بطموبيلتو خدم زيان قاري مؤدب اللي يعمرها سلعة ما فيش في الزواج ذاك الشي اللي طلبت هو اللي جاني المهم الامور كاملة تسرات مرها مباشرة كنا بدلنا الخطبة فاتك المدة لخطبة تعرفت عليه واحد المحنة اللي حنين مانقدرش نوصفها ليكم دريف والله يعمرها سلعة واحد دراجة اللي بساف شي واحد المتفهم تكشي اللي كنت كان حلم بيه كامل قيتو فيه الامور تسرات مادوزنا شل بنات حتى واحد تلتشهور مقدم صافي كنا ضيحنا العقاد ودرنا العرس وهزني وداني مع أهل الطار كنت فرحانة بزاف كنت كان نحس بقاع هذا الشي اللي طلبت وسيد ربي أعطاه لي حسيت بيسمعني وهذا الشي خلاني نزيد نتقرب الله بزاف يعني الواحد الدرجة اللي ما كنت طيحش على البال المهم دوج شبه هات الشخص اللي كان كنت تتعامل معي كيف المالقليل الأسرة ديال الله يأمرها سلعة لأمر الحمد لله تيسرات تخيلوا يا البنات أنا يا فاشكن تقن دعي الله قلت كنقول يا رب بتعطيني الولاد يا رب بغيت بغيت أسرها بغيت دار كنت نقول بعباد الله بقوة هذيك الوحدة اللي كنت عايشة فيها لا تشدوشت كنت دائرة أنا وراجلي أنا من والده بحسن دوزوها كشرة العسل ودك شديل تسافير والدوران مهم فالنهار اللي كان عندي العرس كانت فيها لغاكل وقبل من العرس كنتمشيت عن طبيبة قلبتني وكول شي مهم دردك سرتفيكة ديال ديال أني باقي بنت ودك الشي وكنت سويلة على هاتي ديال الولاد قلت لها أنا رب بغيش نولاد وانا ركشي عرفت العمر ديالي ما شهز عما صغير تبارك الله ردك ساعة عندي 35 عام تبارك الله ردك ساعة عندي 35 عام وراء بغيت شي فانيد اللي نديروه عام ولكن ما اقرنيش قلت لي اخسر الفانيد ما كي اقرش قلت لي لا ركش نسمع ما كنسمع ويزجوا يشوفي هذا رفانيد ولكن شوية يخفيف رهزوين زيما قلت لي ما متخافي من نوح تشي حاجة غير هو مدى طويلة واحد تشعر وقطعه قلت ليها صافي المهم هذا الفانيدة التاسولية اعطتني الطريقة دياله كل شيء كل شيء يا البنات صافي تزوجت يسرت الأمور فشكت لكم نهار ديال العرس كانت فيها لغاقل غسلت منها والأمور ومشيتم يسرم على الرجل ولم يكن حتى شيء مشكل حتى كان وصل الوقت اللي خسجيني فيها لغاقل كانت قادت لي هذا الدورة ديال فانيد صافي خسجيني لغاقل كانت لغاقل ماجات كليفت نهار نهار ثاني ثالث بسي ماهنا 15 يوم وانا اقول له زجيلة فلن شربي الفانيد ومن انت تباقل لغاقل هذه السمر الزيتراسي وإذا كان هناك طبيبة قالت لي اختي رأي الفانيدتين والاهو إليها لماذا رأي كانت تجيني مقادحة تم تجيني مرونة بإنه هائي الفانيد twitter قال لي ديالله قالت لي نقلبتني حملة المهم انا فشقت لي حاملة قلت بشي لكم مخنا كنت بغى نولد ولكن فرحت تخوف اللي كان عندي كان من الراجل كنت كان قول عندك الراجل ما يكونش عاجبه الحال عندك مهمة ما ما عرفتش سافي خرج ما لعنددك طبيبة قلت له انا حاملة السيد راشغ نقول لكم مرة الفرحة اللي فرح را ما تصوصا بشكله لش قلت لي ايا من وولدوش دابا قلت لي انا عيقل زي ما من وولدوش مرة بغى نولعد الحمد لله الأمور تسرات او اني في كل شي كنت كان نحس به حنين فيها الواحد درجة اللي ما قطعش على البال قاع هذيك الحياة اللي كنت كان نحلم بها رب يعطيها لي لدرجة انني بعض المرات فاش كنت تفكر هذك هذوك اليامات فاش كنت كان ندعي كنقول وعنش مدعيتش ربي تكون عندي فيلا ولا يكون عندي حينت را ما تتخيلوش انا دابا وخنوصف لكم حتى نعياق ذاك شي اللي دعيت بي وذاك شي اللي كان عيش اليوم را بزاف راه دعيت الخدمة بالضبط حلمت الراجل بالمواصفات اللي حلمت بيهم انه يكون قريب لي في العمار لا يكون كبير عليها مزاف لا يكون مزوج يكون حنين ضريف لا يكون حاصبي وعرفتو يا البنات في حلقة تشوفوه بعينيكم حلمتوا يكون متدين راجلي راه متدين بالصاف ويخاف الله هذه المسألة دي الخيانة ويكون مكيناش نهائيا في القاموس حينت مش كي خاف عليها كي خاف من سيدة ربي في الوقت اللي كنت ندعي كنت نشوف دك الشي بعينيه يعني كنت قول بغيت مثلا نظار فيها تلتات البيوت وهذا الشي بالضبط لا نقدر نوصف لكم راه كان نحس بها أنا معجيزة ما كان نحش بشي حق معجيزة ربي واحد الدعاء دعيته تحقق لي المهمة البنات الحمد لله اليوم عيشة مزيان مهار عجلي هاداك شي لي دازن سيتو الناس اللي كنوا كي قول لي برتي وفاش كي يجيبوا لي شي جلاخه كي يقول لي خصك تزوجه خصك تقبل علي هو ما عندكش الحق انا كي تقول لي لا اليوم فش كي شوف وراجلي كيفاش كيتعامل معايا وانه باقي صغير ووزوين ما نقصوا حتى شي حاجة كي بقى يقول لي سعدات كبير الله يكملك معاه زياني من زياني انا حمده سيدر بيو شكراه اليوم اللي قلتو لي ما هي أكثر حاجة محافظة عليها هنقول ليها هي صلاتي وتاني حاجة هي في مكي وقع لي شي مشكلة كندير قيام الليل ورمدان مستحيل وخاما ما نعرف شنو يوقع ضروري من قيام الليل وخاصة هذوك العاشرة الاواخر حين تكون ليلات القدر هدي هي قصي وتشاركت معكم كيف مهي اليوم الليكت غنقول ليكم بغيت شي حاجة بغي تكون غير الدعاء ومع والدية وبغي تقسي تكون عبرة للبنات وخاصة لواقعين في مشاكين أو فاقدي الأمال البنات اللي كيحسوا أن البيبان تدفوا وجههم البنات اللي عندهم مشاكين مع رجالاتهم مع عجيزاتهم مع ولداتهم مع الحياة مع الزمان مع الزلط كل شيء أي وحدة عندها شيء مشكل كيف ما كان قدامك وحد الفرصة من ذهب قدامك شهر دي الرمضان شهر دي العبادات شهر اللي ممكن أنك تتوجه الله وطلب منه أي حاجة تخطر لك في البال إلا تلبسيها بوحد النية دي الصدق والنية دي أنك تحسب ذلك العظمة دي الله وأنه ربي قادر على كل شيء وهذا كوني مأكدة أنه راه الفراج غي يجي قريب بزاف لواحد درجة اللي ما تخطر لك في البال وما تقوليش كيفاش وعلا شو منين غي يجيني ربي قادر على كل شيء انت غير توكل على الله عشنو خاسرها صاحبتي فهذا الشهر ما تبقى يشوفر شيء في الأفلام بزاف حاولي أنك تفرقي ما بالعبادات تقريحا قليلا القرآن طبعا الصيام قيم الليلة لذلك عشرة الأواخر لا أعرف ماذا لا تتفلتح لطلبي أي شيء خاطرك فيها حلمي 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 هذا الشيء الذي تحلمي به كامل حطيه بغيت وبغيت 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 وبكيح لله ونكوني مأكدة من غير في المياه انا ربي مغي خيبك الغزالات ديالي هنا سالة القصة ديالنا ما تنسوش كيف العادة تخليوا الاراء وتعليق ديالكم صاحبة القصة وطبعا اللي دازت شي جريبة في حال هكا كان شي دعاء لي واحد الاثار تشاركوا معنا في التعليق باش البنات ما يضيعوش نهائيا هات الشهر المبارك او ثاني غا نرجع نقول لكم واشركم مبروكة الله يدخل عليكم الصحة والسلامة اشتركوا في القصة اخرى اشتركوا في القصة اخرى السلام عليكم